البقاء اللي يا كوصر هاني مش هدي حيلك ونعمة بالله قطر خيرك يا أستاذ الأبيب إيه ألف سلام عليكي أنا سمعت إنك كنت تعبانة شوي الحمد لله على كل شيء الحمد لله أمتلا أنا مش هطول عليكي أنا الحمد لله خلصت إجراءات إعلام الوراسة وإن شاء الله من بكرة هجري في إجراءات تسليم الصار وليكنت الخمسة ده طبعا بعد خصم نصيب نعمة مرات الحج التاني انت بتقول إيه؟ إيه أنا قلت الحجة غلط ولا إيه؟ مرات مين التانية؟ لا ده أنا كده عكيت تقريبا أو غلرت باين ولا إيه؟ غلرت فيه يا أستاذ لبيب ما ده مكوصر اللي أنا عرفه إن حضرتك عارفة عارفة إيه بالزبط؟ عارفة إن الحج متجوز واحدة تانية متجوز مين؟ إنت بتخرب بتقول إيه؟ أنا مقدر صدمتك يا حجة لكن الأسف إيه دي الحقيقة لا يمكن أبدا إن أي حد يقدر إنكرها خصوصا إن صورة عقد الجواز ده بتؤكدها يا فضالي حضرتك شوفي نفسك لا لا شو ممكن شو ممكن لا لا خير يا دكتور طمنا الضغط كان عالي جدا ووضح إنها اتعرضت لصدمة عصابية جامدة بابا أستر يا رب أستر يا رب ادعو لها إن ربنا ساهل وتعدي منها على خيرتي بعد جدا تفضل هو ده اللي أنا كنت عامل حسابي كله منك يا بابا أشرف مش هاسمح تجيب سرتابوك بأي كلمة سوق يا جماعة يا جماعة استاهدوا بالله بقى مش كده مش وقته أبداً الكلام ده ده دلوقت يعني أنتو مش شايفين إن كل اللي بيحصل لنا ده بسببه حتى لو بسببه أبونا هو واجبه علينا احترامه وأمك اللي نايمة دي وكاد هتروح مننا مالهاش حق علينا بس بقى بس انتو كده بتوتروا ليه أكتر مانا متوتر اتفضلوا امسوا امسوا يا الله ماما مش عايزة حد منكو ماما بنقدين ربنا وانتو اللي تنب بتتخنقوا ادقوا الله بقى أنا هامشي وهبقى تطمن عليها كل شيء بالموبايل ادقوا الله بها ادقوا الله بك اهدى سعد اهدى اهدى ازاي اهدى ازاي وانا شايف كل حاجة بتتهده قدام عنايا اهدى سعد واصبر ان شاء الله ربنا يفرجنا بابا مات اشرف ومام الله اعلم واحنا ربنا يسطر علينا اصبر على ايه بس وان لا ايه